اطلاعه على المسار الذي انتهجته البحثة الجزائرية باللجوء إلى مختلف الأطراف السعودية ذات صلة كوزارة الحج والعمرة وإمارة مكة ليتدخل السريع لوراي حد لهذه الورعية المقلقة والتي نجم عنها تأخر ثلاث رحلات عن موعد إقلاعها هذا وقد تعهد المدير والعمل لمساندة الأعمال بطيران الناس تعهد بتصحيح الوضع وتدارك الخلل ابتداء من هذا المساء وللحديث عن هذا الموضوع ولمزيد من التوضيحات يلتحق بن عبر الهاتف السيد أحمد المسيند وهو مدير عام الاتصالات والمتحدث الرسمي بطيران فلاي الناس أهلا بك سيد أحمد أنت على المباشر على قناة النهار الجزائرية أهلا وسهلا بك أخوي محمد وأهلا وسهلا بجميع الأخوة المشاهدين شكرا جزيلا لك نعم كسؤال أول نريد توضيح عن هذا التأخر فيما يخص عدد من الرحلات من مطار جدة إلى مطار الجزائر الدولي للحجاج الجزائريين الذين لا يزالون الآن معلقين في مطار جدة نعم دعني أخي محمد بداية نحمد الله ونشكره على سلامة الحجاج وندعو الله أن يتقبل من الحجاج حجهم حيث أن هؤلاء الحجاج ليسوا فقط مسافرين بالنسبة لنا نحن نتشرف باستضافتهم ونتشرف بنقهم لأنهم ضيوف لبيت الله الحرام ومزيد من الإضاءة حول ما تم بالنسبة للحجاج الجزائريين هم في نهاية ضيوف لنا ونحن نعتني بهم ونتشرف بخدمتهم في هذا الموسم الحج الكريم مسألة التأخر يعني خليني أوضح لك جزئية مثل ما تناولتوا في تقريركم إشكارية التأخير طارت بعدم وصول الحجاج إلى المطار في الوقت المحدد ليقلع الرحلة مما أدى إلى إعادة جدولة للرحلات نتعرف أنه يعني مسألة عدم الوصول في وقت المحدد يؤدي إلى إعادة جدولة وهذه مسألة التأخير حاضرة في كافة الرحلات هذه النقطة أولى النقطة الأخرى أيضا هناك يعني الأشخاص اللي تأخروا في رحلاتهم تم الاعتناء بهم تم يعني ولله الحمد دم يتسجل أي أمر أو أي إساءة للتعاون مع أي حاجة من الحجاج بالعكس تم الاحتواءهم تم الاعتناء بهم تم أيضا نقلهم إلى فنادق تليق بهم وهو جزء من واجب يعني نقوم فيه المسألة الأخرى أيضا كان هناك عدم التزام ببعض التعليمات يعني بعض الحجاج تم أخبارهم أنه نظاما لا يحقل أي حاجة أن ينقل معه ماء زمزم وكان هناك عدد من الحجاج أتى بماء زمزم ويتفهم يعني رغبتهم بهذا الأمر لكن حسب الأمض المعمول فيها يعني يعد هذا الأمر يعني لابد من نقل كافة الأمور متعلقة بماء زمزم برحلات مسبقة ويتم يعني إخبار لابد للجهات المعنية تخبر الحجاج بأنه ماء زمزم سيستم توفيره لهم في رحلات مستقلة لا يستم نقلة في أثناء رحلتهم فهذا الأمر كان في نوع من يعني هذه المعلومة يبدو لم تكن حاضرة في أدهان بعض الحجاج مما تطلب أنه يضحها لهم الأمر الأكيد الذي نؤكد عليه أنه في النهاية تعرف والحجاج هم في النهاية ضيوف علينا نتشرف بخدمتهم ضيرا الناس لدي خبرة عريقة في مسألة إضافة الحجاج أيضا نقل أكثر من مئة ألف حاج في النهاية هؤلاء يعني إن كان من نوع من التقصير لهم فنحن نؤكد التزامنا واهتمامنا بهم والعناية بهم وهم ضيوف ضيوف لدينا ولا نهتم بهم كما نهتم ب يعني أي حجاج وأيضا كما نهتم بأهالينا وأكثر طيب طيب سيد أحمد المسينة إذن ترجع من الصبب إلى تأخر بعض الحجاج الجزائرين في الالتحاق بمطار جدة دولي وهو السبب الذي أدى إلى تأخر هذه الرحلات لكن هناك بعض المعلومات التي تقول أنه أسطول طيران الناس ربما ناقص فيه ربما عدم وجود الطيرات التي تقل الحجاج الجزائرين إلى مطار هواري بوندين الدولي لا هو في النهاية تعرف أنه مسألة هذه في النهاية كلها معدة ومجهزة وبالعكس لدينا الكافة الردي زملاء في الجهات المعنية قاموا بدورهم وطائراتهم جاهزة لكن مثلا عدم وصولهم أدى إلى التأخر فهذا التأخر يؤدي إلى إعادة جزولة لحنا نسمى إخبار الجهات المعنية سواء كان في ديوان الوطني للحج والعمرة بإخبارهم بهذا الأمر وهما الردي لديهم علم بهذا الأمر هل تكفلتم بالحجاج الجزائرين مثل ما نفضلت أستاذي محمد تم الاعتناد بهم وتم أيضا نقرهم إلى الفنادق ومن في النهاية ولله الحمد يسجل أي نوع أي إساءة أو أي تقصير بالعكس نحن نتشرف وهو أمر واجب علينا هذا أقل من الواجب الذي يقدم للحجاج الجزائريين الذين هم غالين علينا كما كافة الحجاج نعم وضعت مخطط ربما استجالي هناك على معظم ثلاث رحلات متأخرة هل تؤكد ذلك؟ هذا يحتاج أن نتأكد من الزملاء أيضا في الأوبريشن حول مسألة التأخر لكن كما تفضلت لك أن تأخر وصول الحجاج يؤدي إلى إعادة جدول للرحلات والتأخر يعني لا يخفى على أي أحد يعمل في الضيران أنه بايد فوت لما تأخر الرحلات يتم هناك أيضا تأخر في الرحلات التي تليها تواصلتم مع بعثة الحج الجزائرية من أجل توضيح الأمر؟ نعم نعم تم هناك التواصل وتم أيضا الاجتماع وإضاح كافة الأمور ونحن نسعى بحمد الله وفضله كما يسر الله لهؤلاء الحجاج حجهم بكل أمن وسهولة وأيضا موسم الحج ولله الحمد هذا العام كان ناجح بكافة المقاييز ونسعى أيضا أنهم يصلون إلى ديارهم بكل سالمين غانمين إن شاء الله مأجورين وندعو الله يتقبل منا ومنهم كسؤال أخير سيد أحمد المسيند طائرة أقلعت منتصف الليل على متنها 500 أتحاد جزائري لكن هناك طائرتين فقط هل ستقلع خلال الساعات القليلة القادمة؟ نحتاج أن تأكد من الزملاء تقفق كاما أن الزملاء في طير الناس يبذلون قصارى جهدهم لخدمة هؤلاء الحجاج في النهاية هؤلاء مثل ما تفضلت لك ضيوفنا ونشرح بخدمتهم فكل الزملاء يعملون جاهدين لتيسير وتسهيل إجراءات الحجاج الجزائريين